الجانب الوطني بالشعر عندك أكيد أنه ما شاء الله تبارك الله مجلح وأنت شاعر وطني أغلى ما الشاعر ينظم قصيته لما تكون في الوطن صحيح فيه يمكن موقف أنا أتذكره في إحدى المناسبات وشاركت ولما نزلت من المشاركة سألني شباب من اللي حضور فيسألني يقول أنت كويتي يمكن بنى على اللباس وكذا صح فأقلت له لا أنا سعودي فنقلت هذا الموضوع اللي دار بيني وبينه للجمهور بعد ما رجعت أشارك مرة ثانية وقلت لهم أني أنا بأعلمكم من أكون ولكن بشير فلما قلت لهم عن الموقف قلت أحمد المولى اللي هالفضل والجودي خالق خلقه بل أعداد محصيها الله اللي خالقه البيض والسودي جل منه بقدرته يوم ينشيها رافع عندنا الرأس ما ينحني عودي عزتي بالنفس ما والله هثنيها يوم ربي عزني صرتنا سعودي من حباه الله بعزة يفتخر فيها أفتخر في ديرت أهلي مع الدودي أفتخر في ديرتها العز وفديها دارا حكامها ليث ورث لها أسودي تحمل حدود الوطن تحفظ أراضيها من يدخل الغاب وفيها أسود وفهودي الكل من خوفته يخشى عاديها كل ينتمنى يصير أن أصلها سعودي ونحمد الله سجعلني من أهاليها الله سلامك كل ينتمنى كل ينتمنى يصير أن أصلها سعودي الله ونحمد الله جعلني من أهاليها ونعم أيضا شاركت في العام في اليوم الوطني بقصيدة وطنية يا روابي نجد يا دار السعود أبشري يرضى الرسالة بلعلة اثبتي يرضى الكرام أبا الصمود وابحري بمرى الإله المعتلى واصلي بالمجد يا فخر الجدود اعتليتي فوق بشهود الملأ دام سلمان الحزن لأرضك يقود ما يهزت قول وفعال عملاء كلنا لك سيدي درع جنود كلنا جندك نبايع كل ولا مع ولي الأهد جددنا العهود لك نجدد أهدنا طاعة ولا قايد الجوش الوطن حامل حدود حاشبه سلمان هو كل الغلاء كافهم هذه قدمناها طبعا في الدرعية دشناها بالدرعية ودشناها بالدلم مع أخي المينع صاحب السيالات مع فرقة وأيضا شاركنا في دوانة الطيبين أو دوانة الغالين في حديقة العياف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر